وقد عقدت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في العاصمة الامريكية واشنطن ولأول مرة ندوة تحت عنوان قطر والجماعات التابعة للإخوان المسلمين وكيف ستتعامل معها الحكومة الامريكية الجديدة كما نقشت عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بدعم الإرهاب قطر والإخوان شريكان متلازمان يطفوان دوما على سطح الأحداث حينما يأتي ذكر الإرهاب فالإمارة الصغيرة معروفة للكافة أنها الملاذ الآمن والحاضنة للتنظيمات الإرهابية في العالم وتنظيم الإخوان هو المنبع والأساس الذي خرجت وما زالت تخرج من عباءته كافة التنظيمات الإرهابية في العالم والتي تتدثر بمرجعيات التنظيم الفقهية والأدبية الخطر الكامل من العلاقة الآثمة دفع مراكز الأبحاث وصناع القرار في مختلف دول العالم للبحث في أسرارها وتسليط الضوء على دور الدوحة المشبوه في تمويل الإرهاب وتتبع قنوات تمويل تنظيم الإخوان الذي ينتهج أعضاؤه الإرهاب سبيلا لتحقيق الفوضى في العالم ومن ضمن تلك المراكز مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشونطن مقرا لها فتحت عنوان قطر وحلفاء الإخوان الإدارة الأمريكية الجديدة تدرس سياسات جديدة خصصت المؤسسة البحثية ندوة لكشف الدور القطري والإخوان في تمويل الإرهاب كشف خلالها وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت جيتس إن أجهزة الاستخبارات عملت خلال فترة توليه المنصب على تتبع قنوات تمويل الإخوان واهتمت بمتابعة الدور القطري في المنطقة مشيرا إلى أن قطر اتخذت سياسات مغايرة لما تعلنه وقامت بدعم الإرهاب إعلاميا من خلال قناة الجزيرة من المعروف أن قطر وقعت اتفاقا مع دول الخليج تلزمها بعدم مساندة الجماعات الإرهابية لكن المشكلة تكمن في أن حسابات هذا البلد مختلفة فهي تعاونت مع حماس وإيران وجماعة الإخوان ومن المعروف أن هناك دولا في منطقة الشرق الأوسط تنتج سياسات مغايرة لما تعلن وهناك غموض حول موقفها من الإرهاب أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكية إيد رويس فقد كشف أن قطر جزء أساسي من تمويل التنظيمات الإرهابية في العديد من بلدان العالم مثل حركة طالبان في أفغانستان وتنظيم الإخوان مشيرا إلى أن قطر إذا لم تغير سلوكها هذا ستكون عواقبه وخيمة هناك جدل واسع بأن قطر جزء أساسي من تمويل الجماعات والمنظمات الإرهابية ويجب عليهم تغيير هذا السلوك وإلا سيكون عواقبه وخيمة يوما بعد يوم تتساقط في عيون العالم أقنعة الدوحة وتنظيم الإخوان ويتكشف دورهم في تمويل الإرهاب والوقوف بجانب العديد من العمليات الإرهابية ويظهر للعالم أيدي الإمارة والتنظيم في سفك دماء الأبرياء أما وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت جيتس تكشف واقع العلاقة بين بلاده وقطر وعلاقة الإخوان وحركة حماس بهم وذلك في ندوة بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية جيتس أكد أن قطر تعمل كمظلة لتمويل الإرهابيين وتستخدم منصاتها الإعلامية للتحريض على قتل القوات الأمريكية على حد تعبيره خلال شغلي لمنصب وزير الدفاع كان هناك بالفعل تتبع من أجهزة الاستخبارات لقنوات تمويل الإخوان وكان هناك اهتمام بمتابعة قناة الجزيرة وهل تقف وراء دعم الإرهاب خاصة في الأوقات التي شهدت عمليات قتل في العراق وكذلك في فلسطين وبالقطع هذه القناة دعمت حركة حماس إعلاميا كما أن دول الجوار اعتبرت أن هذه القناة هي الزراع السياسية لقطر وأداة تنفذ بها سياساتها في المنطقة من المعروف أن قطر وقعت اتفاقا مع دول الخليج تلزمها بعدم مساندة الجماعات الإرهابية لكن المشكلة تكمن في أن حسابات هذا البلد مختلفة فهي تعاونت مع حماس وإيران وجماعة الإخوان ومن المعروف أن هناك دولا في منطقة الشرق الأوسط تنتج سياسات مغايرة لما تعلن وهناك غموض حول موقفها من الإرهاب كما كشف روبرت جيتس كذلك أن قطر كانت تستجيب دوما للمطالب الأمريكية لسيما تلك التي تتعلق بمطالب إغلاق حسابات بنكية لأشخاص بعينهم أو ترضي أشخاص خارج الأراضي القطرية في ظل وجود علاقات وشراكة استراتيجية وتسهيلات تمنحها قطر للولايات المتحدة خاصة في قاعدة العديد كنا نطلب من قطر أحيانا غلق بعض الحسابات الخاصة بحماس ومصادر التمويل وإبعاد أشخاص بأعينهم خارج البلاد وكانوا يستجيبون لذلك روبرد جيتس اقترح كذلك آلية مستقبلية للتعامل مع قطر حيث طالب الإدارة الأمريكية بتخيير الأمير تميم بين الاستمرار في دعم الإرهابيين أو التضحية بعلاقاته مع الولايات المتحدة اقترح بأن يرسل الرئيس الأمريكي مبعوثا رفيع المستوى لقطر ومعه قائمة بالمطالب الأمريكية ويخيرهم ما بين الاستمرار في دعم الإرهابيين أو التخلي عن هذه السياسة الحالية وإلا سينعكس ذلك على العلاقات الأمريكية القطرية